اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اخر مستعمرة حقيقية في افريقيا هي سبتة ومليليا والجزول الجعفرية اي المدينتين المغربيتين محتلتين من طرف اسبانيا اسبانيا بدورها فيها اخر مستعمرة في اوروبا وهي جبل طريق والمستعمرة بريطانيا في قلب اسبانيا لكن الغريب الامركة القديمة الجزائر كتردد هذه المقولة اخر مستعمرة وهي السحراء الغربية بالنسبة لهم ومعمرة هضرات على سبتة ومليليا ومعمرة هضرات على جبل طريق على بركة الله نبدأ اكبر اكتوبة لتزييف التاريخ في المنطقة المغاربية اول دليل قانوني حول تصنيف السحراء الغربية كمنطقة غير مستقلة جاء بناء على طلب من المغرب في سنة 1963 يعني عشر سنوات قبل انشاء جبهة البوليزاريو يعني مين هو هذا الاستعمار وماذا سنستعمره الهواء وماذا سنستعمره الخوة كما نقوله ما كانت شيء حاجات مثل الشعب السحراوي وما كانت شيء حاجات مثل بوليزاريو المغرب هو اللي يصنف السحراء الغربية انها منطقة غير مستقلة لان الاسبان كانوا مستعمرين واللي دار طلب هو الحسن ثاني رحمه الله نظرا لان وفاديك الوقت كان من المستحيل انه يهزم اسبانيا عسكريا في حرب نظامية ونظرا ان اسبانيا كانت ترفض كل المفاوذات اللي كان بغي دير الحسن ثاني رحمه الله معهم باش يسترجع السحراء الغربية المغربية لكن اسبانيا كانت دين ما كانت تجوبه وكتقوله بان هذه الأرض هي أرض خلاء ما كان فيها تشي واحد وحنا دخلنا لها ارتقى من بعد الحسن ثاني رحمه الله انه يرفع الميلف كونها انها مستعمرة اسبانيا يعني اسبانيا دخلت استعمراتها وحيدتها لمغرب وهي منطقة غير مستقلة وأصبحت محررة بعد طرد اسبان عقب المسيرة الخضراء العظمى فكيف يعقل ان الجزائي تروج لهذا الأكذوب بهذه الطريقة وهي كتعرف ان المغرب هو اللي تطلب تصنيف المنطقة بكونها غير مستقلة لكي يخرج لاسبان وكيف المنطقة ان تستقل مرتين ان تستقل من غير جعل المغرب من عند اسبانيا وهذا كذب ثانيا بعد طلب الحسنتاني رأي محكمة العدل لتأكيد او نفي علاقة المغرب بالصحراء الغربية في الرأي محكمة العدل الاستشاري الصادر بتاريخ 16 اكتوبر 1975 اكدت محكمة العدل الدولية على ان ود الذهب والساقية الحمراء لم تكن وقت الاستعمار الاسباني ارضا لا مالك لها وبهذا الطريقة الحسنتاني تمكن ان ينسف هذه البروباغاندا الاسبانية اللي كانت تكذكر بان ارض خالع وقد اكد نفس الرأي الاستشاري على ان المواد والمعلومات المقدمة الى المحكمة تظهر وجود روابط وولاء قانونية وقت الاستعمار الاسباني بين سلطان المغرب وبعض القبائل التي تقطنوا اقليم السحراء الغربية وهذا المعلومات رأيها متاحة الجميع ممكن تدخلوا لها وتأكدوا منها وبناء الى هذا الرأي الاستشاري للمحكمة الدولية قام المغرب بتنظيم المسيرة الخضراء العظيم وهنا كانت تطرحوا واحد السؤال في نواد الشعب العظيم الشعب السحراوي او الشعب البوليزاريو فين كانوا فجدنا المسيرة الخضراء ووجهنا اسبانيا وتأتي واحد منافق اما تعرف التاريخ اما يكذب على راسه ويكذب على الناس ويقول لك السحراء محتلة من طرف المغرب فين كنتوا أكدنا علاقات المغرب بالسحراء وفين كنتوا كنتوا كنا نقاومه عن طريق جيش تحرير السحراوي بقيادة مغربية بعشرات سنين قبل انشاء البوليزاريو وفين كنتوا ثلاثمية وخمسين الف مغربية خاطر بحياته وتواجه مع الجيش الإسباني بدون سلاح وبدون خوف اعطيني شعب واحد في العالم ذلك الملحمة التاريخية دي المسيرة الخضراء من غير المغرار قضية السحراء الغربية المغربية ستروا معايا على الفصل السادس للتسوية السلمية للنزاع وممكن للأمم المتحدة أو مجلس الأمن أنه يرفض يفرض الرأي دياله أو القرارات دياله على المغرب عكس مثلا الفصل السابع فمثلا الفصل السابع تقوم به الأمم المتحدة بفرض القرارات ديالها على المتنازعين وهذا دليل على أن القضية مبقات قضية تصفيض الاستعمار الاستعمار الإسباني تصفى وخرج يعني خرجات إسبانيا سهلات الحفلة بل كتصبر الأمم المتحدة هو نزاع داخلي يعني مغاربة كي نوعد في أمن المغاربة قال لك حنا بغينا نستقله بغينا ندير الدولة دينا البخ الروبية القدافية الرملي وهذا كما عارفين بتشجيع وتسليح وتمويل جزائر وبما أن الجزائر كتروج أن المغرب مستعمر وأنه قوة احتلال فعلش مثلا الأمم المتحدة مع مرأة ذكرات هذه الكذبة الجزائرية صوروا معي كان 65 قرار أممي منذ سنة 1975 معمروا وصفي على المغرب بأنه قوة احتلال أو أن الصحراء الغربية هي قضية تصفيض الاستعمار إلا من طرف الجزائر فقط يمكن ديبلوماسية الجزائرية يمكن أنها بقعت وقل حابسة في السبعينات يعني ما تتطوراتش مدارة الميزاجور ولكن هاته كيبين على أنه كان نفاق كان خبط أو كان عدم دراية بالتاريخ دي المنطقة يوفقوا معانا شوية راذب إحنا غاد نضغطون انشاء الله باش نطالبوا بالصحراء الشرقية أما الغربية غير قلون نفس الصحة والراحة ردناها منذ السبعينات أيضا كينا أزياد من 120 قرار استشاري أمامي ومع مر الأمم المتحدة ذكرات فيها ولو لمرة أن المغرب دولة احتلال أو أن الصحراء الغربية هي قضية تصفيض الاستعمار يعني كثير من 65 قرار أمامي وكثير من 120 قرار استشاري مع مر تذكرات فيها أن المغرب محتل أو أن آخر مستعمارة هي الصحراء الغربية كانت سابقا مستعمارة من طرف إسبانيا وبطالب مغربي خرجت إسبانيا أصلا هو ما يعرفين كيف هو الاستعمار وكيف يضرع عليه تعريف الاستعمار بالنسبة للمحكمات وهناه، بالقرار له سنة 1970 هو احتلال بلد لدولة قائمة أو شعب موجود يعني، نريد أن نسميه أن المغرب مستعمر أو أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمر فخص المغرب في حال الوقت محدد من الزمن يدخل لهذا المنطقة ويجب أدت دولة أو فإن الشعب قائم كأي يحكم الله هذا ما كانت متواجد لأن المنطقة كاملة كانت تابعة منذ قرون إلى المغرب فإن كان هذا البوليزاريو فنالحسن التاني طلب الاستشارات قانونية ورفع الدعوة للأم المتحدة طرى الإسبان فإن كان هذا البوليزاريو فنالجه يتحرير السحراوي لمحاربة الإسبان فإن كان هذا البوليزاريو فنالمسائرة الخطوة المستعمرة الوحيدة في المنطقة كانت هي إسبانيا وبالتأكيد الأممي في القرار ذيالها لسنة 2003 لأكدت أن إسبانيا هي الدولة الوحيدة التي كانت مشغي تستعمرة ceiling المنطقة. مع ذلك فهو كاذب وبروباغندا بائسة. غادي تحاسبوا عليها ان شاء الله يوم الحساب. لانكم كتوهموا فئة من الناس انهم ممكن يديروا دولة وهمية. مستحيل انها تخرج للوجود. وهذا شيء غادي تعقبوا عليه. انتو من اللي كتقولوا احنا مستعمرين الصحراء الغربية. هاد البروباغندا التافيها غير تخرج بقى كما كنقول. المغرب عنده ازيد من 12 اتفاقية دولية مع دول عضبة. اتخذرن في احتى المناطق الصحراوية. و بعدها اكد على تحميل المغرب المسئولية. لها في السفن في المناطق الجنوبية التي سامتها وهما سحراء الغربية مغربية او صحراء الجنوبين المغربية. انا كنت في الطنس في ان هذه الدولة و lasciان sake الجميع analysis انا لادui ما افكرنا مسحرة الشرقية المحتلة. من هذا الاتفاقية كان اتفاقية بين المغرب والولايات المتحدة الامريكية دارو في الف وسبعمائة وثنتψو acheاتين و الف وتمينمية وثنتظروا يذابه من كان القادمs السحراوي في الف وسبعمائة وثنتمين و الف وثنتمين من ستلاتين وعلش نكتب السلاطينة للمغرب وو من يدير الاتفاقيات وسنحكم هذه المنطقة. واتفاقية ايضا بين المغرب وبريطاني اللي في الف وتسعممية ستعامية الف وسبعمائة و suburو stimulus ستعامية ستعامى الف تنة invaded alfe exponent والثالتا في 1824. والرابعة في 1856. والخامسة في 1895. يعني في بريطانيا ستكون غلطات خمسات المرات. ودرت اتفاقيات مع المغرب على هذه المناطق. اما مع اسبانيا فكنت ذكروا اتفاقية 1799. واتفاقية 1891. وبجوجهم كانوا قبل الاستعمال الاسباني للصحراء في 1884. وايضا مع ماماتكم فرنسا هناك معاهدات للمغنية سنة 1845. والتي تتكد ان المغرب فرض السلطة على السحراء. وبعدها اتفاقية يناير سنة 1910. ايضا هناك معاهدات الجزيرة الخضراء سنة 1860 اللي تتكد نفس الشيء. والمعاهدة للدارت اللي اسمتها سنترا بين البرتغال واسبانيا. وكتكد ان المغرب هو اللي حاكم مع ذلك المنطقة. اي المنطقة اللي متواجدة وراع ابو جدور. والاحتلال الاسباني في اللول كان مقتصر على بعض الشواطئ فقط. فمثلا المغربة كانوا محاصرين الداخلة اللي كانت فيها اسبانيا شد واحد شاطئ صغير لمدة ثلاثين سنة. ولكن مع مرة دخلت الداخل لتفرض الاحتلال ديالة على المنطقة كاملة. ولكن نمسا عمرين كيفما كتقولوا كيفما كتكذبوا. شنون اللي خلا بريطانيا تعتعرف بسلطة المغرب على المنطقة في سنة 1895 او امريكا او اسبانيا او فرنسا. شنون اللي خلا بريطانيا اعترفوا بعد الاتفاقيات. وهذه الاتفاقيات موجودين متقين هو من اللي خللوا لمحكمة دولية راهاي انها تأكد ان المغرب هو اللي كان فرض بسلطة دياله على السحراء والتي خلت الحسن ثاني انه يبادر بالمسيرة الخضراء. ونزيدكم المغرب كان كيحكم السحراء الغربية حتى قبل ان تكون هناك دولة اسمها اسبانيا. يعني فاشكنت الاندلوس. وتجي واحد راسه مربع حابس في السبعينات تقول لك المستعمر المغربي وتصفيات الاستعمار والسحراء الغربية اخر مستعمار او الدئيل لم تستحيق ففعل ما شئت. وقد ندخل هذه في اطار كدب 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 حموضة. الى عندكم اوراق ووثائق وتاريخ كي اكد ملكية الاراضي. مرحبا خرجوا من العلان نشوفهم اما التهليل والكاذب رامخ الدامج كدروا بغير الفتنة بين فئة مسلمة وفئة اخرى مسلمة. وعقابكم سيكون شديد يوم الحساب. احتلال كامل للسحراء الغربية من طرف اسبانيا كان فقط في الثلاثينات. حيث كانوا قبل كانوا يجدوكم مجنة غير الشواطئ. وعليش هي الكدابة? اسبانيا في مرحلة ضعف المغرب ضغطات وطالبات المغرب في سنة الف وتسعمية تخلي على المناطق الداخلية للسحراء الغربية. يعني المغرب كان كيمتالك باش ان اسبانيا تطلب منه انه يتخلى عليهم. الجزائر غيخصة تحمل مسئولية دي الماجراء في السحراء الغربية. وعلينا المقاضاة ديالة على الخسائي البشرية المادية اللي كلفاتها هذه القضية اللي كنسميها انا الوهمية او القضية البخروبية القدافية الرملية. انتم ممسؤولين على كل مآسي وعلى المغاربة المحتجزين في مخيمة العار والمغاربة اللي ماتوا في حرب الصحراء. كنت حدى اي جزائري او اي واحد من البوليزاريو انه يكذب هادشي اللي قلت في الفيديو او يخرج لنا بأدلة تاريخية على انه كان هناك شعب في الصحراء الغربية او دولة او سلطة من غير المغرب. يلا بانو لنا وخلينا من التعاليق الدوبابية اللي كتعودوهم كل مرة. اي دوبابة كننزيروها في القند كما كنقولو كتبدا تسب وتشم وتعارف النساء ديال المغرب وتعارف الملك ديال المغرب وتحول تبدا الموضوع. حاولوا انكم تنقشوا الموضوع وحاولوا تقنعونا الى كنتو اصحاب قضية او الى كنتو اصحاب حق. واخيرا باش نختمو احيانا الله احتوالينا كنشوفوا النظام الجزائري البائس الكتاب كيتلب البوليزاريو باش يحصل على المساعدات من دول مليحة. المملكة المغربية الشريفة ممتدة لازيد من طاش القرى. كبير على الدول الحديثة اللي عندهم غير استناعة. كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم.